أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق الله العلي العظيم هذه الآية تشير إلى موضوع مهم قد بحثناه سابقا مرات عديدة ولا بأس أن نشرح لمسات من هذا الموضوع في هذه الليلة المبارك موضوع الجبري والاختيار هذا الموضوع الذي بسط فيه العلماء من المتكلمين والفلاسفة والعرفاء والفقهاء هل نحن مجبورون أم نحن مخيرون أساس عقيدتنا نحن المسلمين وخاصة الشيعة الإمامية أساس عقيدتنا التي نبني عليها بقية العقائد بقية العقائد يعني شنو؟ يعني من التكاليف والأحكام والجزاء والثواب والعقاب والبرزخ والمعاد والجنة والنار كل هذه العقائد إذا تجمعها مبتني على قاعدة أننا مختارون هذا عقلا لماذا؟ لأن الثواب والعقاب والجنة والنار وكل موضوع التكاليف الشرعية وكل موضوع وكل موضوع المعاد بحذافيرها لو لا الاختيار لا معنى لها يعني انهار العقيدة انهار أصلاً شلون؟ نحن نقول أن هناك يوم جزاء جزاء يعني شنو؟ أصل الجزاء يعني شنو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يجزي المؤمنين الصالحين بإيمانهم جنة ويجزي الكافرين الظالمين المعاندين المقصرين بكفرهم وعنادهم الجحيم هذا معنى بعد معنى شنو معنى؟ فهل يعقل لله العادل لله الحكيم أن يجزي شخصاً بإيمانه وعمله خلاف ذلك يعني مثلاً أن يذهب بسلمان الفارسي إلى جهنم والعياذ بالله يصير هذا؟ مستحيل أو أن يذهب بجلاوزة كربلاء إلى النعيم هذا مستحيل ليش؟ لأن إذا صار هذا عدالة الله تسقط حكمة الله تسقط أصل التكاليف تسقط أصل يسقط بشرح آخر نحن مكلفون أم لا؟ المؤمن يقول نعم نحن مكلفون بشنو؟ بالأوامر الإلهية وترك النواهي الإلهية لا تشرب الخامر لا تسرق لا تزني لا تكذب لا 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 إلى آخره هذه المنهيات في المقابل صلي صوم روح للحجزة أنت مستطيع سكي خمس صلة الرحيم إلى آخرها أوامر ونواهي كل أوامر والنواهي تطرح لمن؟ مثلا من باب المثال إذا أريد أن أمثل أنت عندما تقول لصانعك في البيت للخادم سوي شدي لا تسوي شدي شنو معنى هذا أصلا عرفان عقلان شنو معنى معنى أن هذا الخادم يستطيع أن يعمل ويستطيع أن لا يعمل هذا واضح عقلا واضح وإلا كل الأوامر والنواهي الشرعية تذهب هباء منثورا أنت تقول أوامر شرعية أكو بعدين تقول جبر شلون يصير هذا مستحيل الأمر الصادر من الآمر للمأمور سواء خادم تلميذ ابن زوجة أي شيء يلزم أن يكون ذلك المأمور مختارا حتى تعطي أمر أو نهي وإلى ذوم مختار إذا هو مكبل مثال آخر للشخص الذي لا يستطيع القيام مقعد تقول له لازم توقف وتصلي معقولة هذه ما يصير لأن لا يستطيع لازم تقول له صلي بمقدار ما تستطيع صلي وأنت جالس هذه الأوامر كلها إذا ما تجي معنى أو معاني الاختيار ما تجي كلها تسقط يعني الدين إخواني خلي ألخص الدين كل من عقائده إلى أوامره إلى نواهيه مبتني على قاعدة الاختيار وإلا لا يبقى حجر على حجر أتصور واضح هذا نجي إلى الآية الآية ما تقول الآية تقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء يعني شنو يعني ما شاء مثل ما تقول أنا إذا إذا أريد أقدر أسافر معنى ما أسافر ما أريد أسافر بس إذا أريد أسافر أقدر أسافر هذا قانون الاختيار ليش يا ربي خليهم كلهم يطيعونك وخلاص بعد وأصل الخلق إلو إيش أصلت أصل فلسفة خلقنا للامتحان للإفتتان للاختبار بس الله باللطفه جايب معادلة جدا متينة وحكيمة المعادلة شو تقول المعادلة تقول أنه الله مطينا فطرة سليمة نعم الفطرة السليمة تودك إلى أفضل الحالات مطينا عقل نعم هاي نعمة بعد حتى نميز بين الحق والباطل بين الشر والخير باعثلنا أنبياء نعم 124 ألف نبي دعوة بعد مطينا أئمة نعم أوصياء الأنبياء واحدا تلو الآخر نعم هاي أربعة مطينا كتب نازلة من السماء نعم من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله عشرات الكتب والصحائف نزلت على الأنبياء إذا تقول بعضها محرفة ما يخالف هذا خلو مو محرف هذه المعجزة الخالدة القرآن مو محرف فخمس عطايا من الطينة أكرر للذين يتوأجوا أولا الفطرة السليمة ثانيا العقل الذي يميز ثالثا الأنبياء رابعا الأئمة امتدادا للأنبياء أوصياؤهم يعني وبعدين العلماء خامسا الكتب النازلة من السماء خب حتى تكون المعادلة حقيقة معادلة صحيحة مننا شنو أكو مننا أنا أكو الشيطان إبليس لعنة الله عليه وهوى النفس خب خلي شوية نفكر إذا نخليه بالميزان منه أقوى هنانا خمسة هنانا اثنين في المقابل شنو في الوسط شنو في الوسط أنا وأنت المختاران أنت مختار أعطاك الميزة الأهمية المهمة وهي الاختيار وأنا مختار أنا لازم أختار إما الخير يعني ما قاله الفطرة والعاقل والأنبياء والكتب والأمة والآخر أو ما قاله الشيطان وهوى نفسه هنا لا يميز الخبيث عن الطيب يميز الصالح عن الطالح يميز المؤمن عن الكافر المعاند هذه المعادلة خليها في ذهنك كل مسائل العقائد الإسلامية تبنى على هذه القاعدة اللي شرحناها خب الله ما كان يقدر الآيش تقول ولو شاء ولو للامتناع يعني كان يقدر ليش لأن مشيئة الله مطلقة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا يعني لم يشاء يعني لم يشاء لماذا لم يشاء لأن شرحت لك المعادلة المعادلة هنا جيش الخير سميها هنا جيش الشر وأنت المكلف مختار في بينهما أنت تختار وهذه إخواني عظمة الإنسان الله الله أكبر إشقيد الإنسان عظيم ولقد كرمنا بني آدم تكريمة بشنو بهذا الاختيار يقدر يصعد يعلو يسمو حتى أنه يتجاوز ويعلو على الملائكة الملائكة كانت تخدم الأنبياء جبريل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن الله قد أذن له بالدخول تحت الكساء شي سوي يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء هذا شنو معناته معناته أن الإنسان بإمكانه أن يسمو ويعلو بشنو سما السؤال بشنو سما خلي الأنبياء على كتر الأئمة على كتر تقول أن ذلك معصومين طبعا المعصومين كانوا مختارين أيضا لتفكر أنه معصومين يعني مجبورين إذا مجبورين مفخر يعني مفخر هذا السخل الأنبياء والأئمة على كتر سلمان شنو أبوذر شنو المقدار شنو أصحاب الحسين سلام الله عليهم في كربلاء شنو الحر نفسه لوحده في لحظة واحدة اختار الخير وترك الشر يعني شنو يعني أنه مختار الله أعطاه قدرة الاختيار هذه الميزة الكبرى أنا أسميها أكبر نعمة طبعا الهداية أكبر نعمة الولاية أكبر نعمة صحيح بس في البداية شنو في البداية الاختيار إذا كان الله يريد يسوي كل الناس مؤمنين كان يقدر نعم كان يقدر ملائكة يصيرون بس مو فخر هذا قانون الجزاء يخرب قانون الجنة والنار يخرب كل معادلات المعاد تخرب كل التكاليف تسقط كلها تروح بعد الصور واضح صار ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا تأكيد كلهم جميعا كلهم رايح سنو مؤمنين بس بشنو بالإجبار إجبار مو يعني مسدس على رأسه ذاك إكراه إجبار يعني أساسا ما يقدر ما يصلي ما يقدر ما يصوم ما يقدر أن لا يعدل لازم يعدل الحاكم يمتحن هل هو عادل أم ظالم يعطي أزمة الأمور يلا انت صير ملك انت صير رئيس انت صير حاكم تعدل أم لا تعدل امتحان بعدين الله يقول لتلطيب نفس الرسول صلى الله عليه وآله الرسول كما نقرأه في التاريخ كان حريص جدا أن الناس يصيرون مؤمنين خب تكليف هذا رسول نبي يدعو يريد كل أهله كل قومه كل عشيرته كل العرب كل العالم يصيرون مسلمين نحن نريد هذا الشيء تأسيا بالنبي ولكن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني أنت جاي حتى تكره الناس معنى ذلك أنه اكره هذه الآية أنت لمن تجمعها كلها كل مضامين لمن تجمعها يطيق قانون أن الناس مختارون نكرر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هذا أيضا تطيب للنبي أيضا يا رسول اللي يريد يصير مؤمن هلبي واللي ما يريد يصير مؤمن أتركه هنا يجي إشكال في بعض الكتب شفت اليوم أنه أكو إشكال لعد النبي حارب هل حروبه كانت إكراهية أم لا العموم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحارب أصلا هذه حروب كانت كلها دفاعية والدليل على ذلك في الحكومة الإسلامية أيام رسول الله أيام أمير المؤمنين سلام الله عليهم كل الأديان كانت حرة إذا كانت تطبق قانون الإسلام قانون المجتمع الإسلامي قصري يعني ليسوي مؤامرات ليسوي مشاكل ليسوي حروب يدفع الجزية كما أن المؤمن يدفع الخمس والزكاة القوانين يقبلها يمشي على دينه ما كمانع وإلا هذول اللي يجوا من النجران للمباهلة شنو كانوا كانوا مسيحيين احترموهم يجوا إلى المسجد أو ما قبل المسجد سأكون حيث أنه بالمسجد قعد أو بر المسجد كأنه بر يجوا وحاوروا النبي بعدين رجعوا مسيحيين يعني ما كان شي هذا اللي يقول أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين لا منافة بين هذه الآية وبين حروب النبي لأن حروب النبي كانت دفاعية لم يبدأ بحرب أبدا وكذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه نتيجة هذه الآية شنو نتيجة هذه الآية أن الله أعطانا وألهمنا نعمة الاختيار خب الآية الثانية شوية بيحتي الآية الثانية التالية لهذه الآية وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله هاي شلون صارت ليش أقول لك القرآن لازم تنظر إلى القرآن نظرة شمولية مو نظرة أحادية نظرة أحادية يعني شنو تأخذ آية وحدها تشوف ظاهرها وتبتلي بالعقاد منا أن يقول يد الله فوق أيديهم خب يد الله فوق أيديهم ظاهرة شنو ظاهرة أن الله جسم العيو من نظرة يقول ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فلازم تنظر بالشمولية جميع الآيات تشوف هذا شنو معناته شوفوا إخواني حتى نشرح بعجالة لأن هذه بحوث تدرس في الحوزات العلمية سنوات من أعطاني نفس قدرة الإختيار اللي شرحناها قبل شوي وهي أول سؤال من أعطاني الله أعطاني أنا لم أكن فكنت خلقني الله بعد أن لم أكن موجودا أعطاني قدرات في بدني وقدرات في مخي في قلبي في ذاكرتي في أعضائي كل هذا فهذه كلها من الله سبحانه وتعالى نفسه صفة الإختيار من أعطاني هم الله مطيني للمثال أنا الآن هنا أخطب أحجي وأنتوا تستمعون أمثل عن نفسي أنا صعدت المنبر بالتفتين صعدت المنبر باختياري أم بإجوار باختياري بس من أعطاني القوة حتى أصعد الله سبحانه وتعالى من أعطاني القوة حتى أتكلم معكم الله سبحانه وتعالى إضافة على ذلك من أعطاني الاختيار أصل الاختيار اللي حيشاني الآن خمس دقائق حوله من أعطاني هذا أعطاني الله سبحانه وتعالى فأساساً كل ما أقول وأكتب وأمشي وأخطب وأذهب وأأتي كل هذا أساساً من الله سبحانه وتعالى نرجع إلى الآية وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله بإذن الله يعني مو أجبار يعني أذن الله لي أن أفكر جيداً وأرجع إلى فطرتي عقلي إلى الأنبياء إلى الأيام إلى الكتب المرسل اللي شرحناها وبالاختيار الذي أعطاني الله اخترت الخير وذاك البعيد أيضاً خلافاً لفطرته وخلافاً لعقله وخلافاً لضميره وخلافاً لاختياري باختياري اختار الشار فكل هذا تحت مضلة إذن الله هذا إذن الله يعني كل الكون تحت إرادة الله سبحانه وتعالى بعض المفسرين الذين لا يفهمون يقول لا شمر مجبور سوى هالشكل بالعياذ بالله وفلان مجبور أنه قتل حجر ابن عدي دان بإذن الله إذا هالشكل صار لا يبقى حجر على حجر فلانا صار ملحد بإذن الله يفكر بإذن الله يعني بإجبار الله ليش لأنه ما يباو على الآيات بنظرة شمولية ينظر نظرة أحادية بإذن الله يعني كل شيء في الكون تحت سنن الله منها الاختيار أيضاً أنا عندما أختار الخير أنا أختار ولكن من أعطاني القدرة على الاختيار رب العالمين فهو من إذن الله سبحانه وتعالى صار واضح له بعد ونسوي صلوات خلاصة هاتين الآيتين أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين وأعطانا هبات ونعم منها الفطرة السليمة والعاقل والأنبياء والكتب وفي المقابل لم أكو لأنه لازم يصير صراع بدون صراع وماكو فخر بعد إذا أنا كل شي مرتب عندي أقدر أفتخر يعني إذا أنا كل شي مرتب عندي بعد المهم في حالة الغضب أمسك غضبي في حالة العوز أعطي للسائل في حالة النقيصة والجوع أساعد الجيران مثلاً وإلا ماكو صراع لازم يكون صراع الصراع بين الشيطان وهوى النفس وفي المقابل الأنبياء والعقل والفطرة إذا وليتصارعون وأنا المختار في الوساط أختار أيهما أشاء هذه المعادلة هي بإذن الله أي بإذن الله هذا معناته مو أن الله يجبر وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله خب ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هاي ما إشكال بها يعني إشكال يأتي ظاهراً الرجس يعني شنو؟ يعني العذاب عذاب الدنيا والآخرة الله يجعل الرجس على منه؟ على منه؟ على الذين لا يعقلون خذا هو ما عنده عقل فليش تخلي الرجس عليها؟ شوفوا يجب أن يفسره الأئمة سلام الله عليه الأئمة هكذا فسروا قالوا على الذين لا يفعلون عقلهم مو لا يعقلون يعني مجنون إذا هو مجنون خلو ما علي تكليف بعد ليش تكلفه؟ إذا هو مو مستطع أن يصلي قياماً ليش تقول لي لازم تصلي قيام؟ تقول لي صلي جلوس بعد ما يقدر يصلي جلوس صلي نائم يعني راقد فيجب أن تكون الاستطاعة موجودة حتى تقول لي نروح للحج وإذا هو مو مستطع ليشروا للحج اليوم شفت في الرسائل العملية اللي ما عنده فلوس هل عليه الفطرة؟ لا لا يدفع فطرة ما عنده بعد ما به شيء فكلها ترتبط بالاستطاعة وبالاختيار ويجعل الرس على الذين لا يعقلون يعني لا يريدون أن يعقلوا وهذا أيضاً قانون هذه أيضاً سنة إلهية الذي لا يريد أن يعقل ولم يفعل عقله وذهب إلى الشر فيكون الرس عليه يعني العذاب عليه نكرر الآيتين بسرعة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً يعني لم يشأ أراد الله هكذا شاءت مشيئته العظمى الحكيمة أن الناس يكونوا مختارين يا رسول الله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين نحن في هذا العصر ننطبق هذه الآية شلون ننطبقها الذين يريدون للناس الخير الذين يريدوا أن يدعوا الناس إلى الخير وإلى الدين أمامهم هذه الآية أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أنت بلغ قل ما عليك نعم إذا الأب إحنا نقلله اترك العلماء والدعاة والداعية يشرح على الأم والأب لنحجي حتى نستفيد من الآية الأبوان ماذا عليهما في هذا العصر الحالك المظلم المتشابه عليهم أن يربوا أولادهم الأم تربي أولادها والأب يربي أولاده بعدين كيف يريد يهتدي يقول أنا ما أدري ليش ابني صارت شدي هم معلوم ليش صارت شدي بأن أنت ما قمت بتربيته أنت إذا ربيت بعدين هو طلع غير شكل أنت مو مقصر أفأنت تكره الناس يعني معقولة نوح النبي شيخ الأنبياء تسعمية وخمسين سنة يحكي وما يحكي لابنه أصحاب معقولة هذه الدهرات أفكر يعني معقولة ما يحكي لزوجته خوة ذولة أقرب الناس أقل لك ليش بتحكيوا ليش متبلق ليش متعوض الوعظ بس للناس حتما تكلم معهم حتما سعى وحاول ما أرادوا ليش ما أرادوا مختارين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أنت أدي تكلفة المشكلة في هذا العاصر الأبوان تركا أولادهم الأمهات تركنا أولادهم الأبوان الأبوان تركوا أولادهم إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم كما في دعاء الندبة هاي المشكلة يقول العلماء ليش ما يشتغلون حق هذا الكلام صحيح كثير من العلماء ما يشتغلون خو وبعدين شنو انت تكليفك شنو انت الأب انت الأم انت الأخ الأكبر بالهداوة باللين بالتربية الصالحة بالهدايا حتما أذكر أيام طفولتك كشير الطفل يا ججدي أبو أمي الله يرحمه يرحم أمواتكم قال لي انت تعرف آية الكرسي قلت أعرف أقرأ اشتوى شنو أقرأ يعني سبع سنوات اثنان سنوات قال لي إذا الآن تقعد هذا للمثال أقول تقعد تحفظ آية الكرسي أن أطيك درهم درهم وأنا طفل بعد الطفل يحب الدرهم قلت له ما يخالف إلى الآن لمن أقرأ آية الكرسي أترحم على جدي يقول هذا حفظني آية الكرسي حفظناهم جبناهم للمدارس الدينية للعلم للتقوى للمسجد نأخذ إيدهم نجيبهم للحسينيات هذول اللي يسعون مجالس في بيتهم الله يبارك فيهم الله يبارك فيهم لا أقل عائلتهم يشتركون أصدقائهم جيرانهم هذا جدا مهم فالمهم أنه يجب على الأبوين أن يعمل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كما شرحنا إذن الله يعني المعادلة السنة الكونية الذي كل شيء بإذن الله يعني تعتقانون الله تعتقانون هذا إذن الله وأنه يا واحد يأذن ليصير مؤمن واحد ما يأذن ليصير مؤمن شنو يعني استغفر الله الله قاعد هناك استقاعد هناك مكلمة مولي طيفة يعني الله يشكل اعتباطان يقول أنت أؤمن يؤمن لا تؤمن أنت هذا ما أقول لها في العقيدة الإسلامية أعوذ بالله من هذا الحسين بإذن الله يعني قد أذن له بعقله وفطرته أن يتعقل أن يفعل عقله فعل أقله أذن له لم يفعل أقله لم يأذن له ويجعل الرس على الذين لا يعقلون الذين لا يفعلون عقولهم نسأل الله في هذا الشهر الذي بعد بالانتهاء أن يوفقنا للهداية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أما الموعظة الأخيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح وأمس وعنده ثلاث يعني ثلاث أشياء فقد تمت عليه النعمة في الدنيا الناس إخواني يفكرون النعمة تتم إذا واحد عنده فلوس هواية خب هذا نعمة أيضا زوجة مثلا جميلة ما أدري تفاهية عنده هذا كل صحيح ولكن إذا تلخص الدنيا حقيقة في هذه النعمة الثلاث التي يذكرها رسول الله صلى الله صلى الله صلوات على محمد الله من أصبح وأمس أصبح وأمس يعني ليل ونهار عمرة كل عمرة هذا أصبح وأمس يعني كل عمرة وعنده ثلاث ثلاث أشياء فقد تمت عليه النعمة في الدنيا أولا من أصبح وأمس معافى في بدنه من الأدعية المستحبة في شهر رمضان وحتى في ليلة القدر وإحنا باقين كم يوم كم ليلة اسألوا الله العافية العافية ليس معنا السلام فقط العافية عدم نزول البلاء أيضا العافية أهم من الصحة يعني أشمل من الصحة من أصبح وأمس معافى في بدنه هذا أول شيء ثانيا آمنا في سربه بكسر السين سرب يعني طريق يعني أمان عنده الآن كثير من الناس في بعض البلاد أمان ما عندهم أنا أذكر أيام لبنان من بناية إلى بناية تريد ننتقل ما نقدر حرب داخلية كانت مع الأسف مع الأسف على شنو على هوا بعض المنتفعين والناس راحت بها وبقية المناطق اللي دا نشوفها نفس الشيء يريد ينتقل من شارع إلى شارع أمان واكوس طريقة مؤامن موسالك هاي اثنين الثالث وعنده قوت يومه مو معنات للتاجر روح تاجر روح اكتسب روح حصل تجارة واردات صادرات والذها كل الأهم قوته نفسه عنده قوت يعني ثلاث أشياء يكذكر النبي الصحة والأمان هاتان النعمتان المجهولتان كما في الحديث نعمتان مجهولتان الصحة والأمان احنا الآن في صحة لا سمح الله اذا صار مرض كليوي عند الإنسان شي يسوي استجيروا اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض خاصة المنظورين منهم الصحة والثاني آمنا في سربه يعني أمان أمان احنا ما عايشين أو عشنا بعضنا في بعض المناطق من عدم الأمان وشفنا البلايا الأمان أهم نعمة والثالث عنده قوت حلال ومقتنع قناع عنده بعدين حتى واحد لا يفكر أنه بس هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يضيفه شيئا رابعا فإن كانت عنده الرابعة يعني عنده صحة وعافية عنده أمان وعنده قوت حلال ولكن هذه الرابعة ما عندها ما يفيد فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة بعد تمام يصير في الدنيا والآخرة يعني ذاك بس للدنيا الأوليات اللي قرناها للدنيا أما إذا يريد النعمة تتم في الدنيا والآخرة يجب أن تكون له النعمة الرابعة وهي الإيمان العقيدة الصحيحة اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم إن كان قدنا أجلنا فاغفر لنا اللهم ارحم موتانا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد تشهد يا من له عن سر وتشهد يرجى